موسيقى 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 السلام عليكم كديرين كنت أضحكة ولينا كيف تقتعد لا بحل خيفة منه هذا اللبت يجلب يضحكة وانا يخدامة كندير في هذا الفيديو السلام عليكم كديرين كنتمنى إن شاء الله الفيديو اللي ملقاكم بصحة والسلام بإذن الله هاد الفيديو هادا تتبع الفيديو اللي مقابل كنت شاركت معاكم الصباح كدو وزنا الفطور وخرجت الدراني مشاو لعبون ماشينا ديركت من البارك ماشينا ديركت الريستوران دي بوجبنا اللحم حلال ناسي كيعارفوني وقدام معايا تيعرفوا بأن ارى أنا ديمن كنوجد من قبل يعني ما كانت سناش حتى يبدأ الدخول مدراسي عاد مشين شري كتوبة عاد مدى نوجد الماكلة عاد مدى نوجد الحواج كل شيء نديره الحمد لله من قبل وعلى تساع لأن الصحة ما كيناش الوقت ما كيناش الفلوس خلال كل حاجات نديرها على تساع باش ما نتزيروش نزيرو راسنا لا زعمة نفسيا ولا ماديا ساو هنا يا أجنو اللي درت شفت المجمد ديالي قبل ما نخرجو كتبت أجنو اللي خاص خاصني كفتاح خاصني دجاج خاصني سمك سلامون ما بقاش عندي بقاش عندي تدجاج صحيح بقاش عندي شوية ديال صدر ديالتجاج ساو مشي تجلبتهم ان شاء الله ودعب هناك كتبت شفو معايا سنبدأ نغلب كل حاجات في بلاستها بالنسبة لهنا السمك سلامون انا ما غادي ندلي والو كنشري انا هدا فيها سيكس اونسس كي تتقدم في الريستورات يعني الطروفة كلهم عبورين نفس العبار وخيبالك واحد كبير ولا واحد صغير كلهم نفس العبار ساو كيجو هاكا انديو فيديوير كيعجبوني يعني ما كعتوني التمارة محيدين لهم العضو ما محيدين لهم الجلدة محيدين لهم كل شي هنا خديت واحد خمسة دير طروفة هما اللي هنديرون ان شاء الله اللي عشاء اليوم لانه ضغياء كيطيب وما عندين خدمة بزاف قلت ما ندير شي عشاء اللي غادي يشد ليه الوقت ان شاء الله را غادي نشارك معاكم في فيديو هنا من بعد اللي عشاء غادي اخذينا اونلي ثلاثين دقيقة سو اول حاجة بديت بها جبت الميزان ديالي جبت هاد الميكات هادو كنشري امتو هما من ريستورون ديبو يعني هذا هادش ديال الماكلة صحيا ماشي ميكات زعمالي عاديهن خسنا نردو البل هاد القادية هادي معمرنا ننخدو الميكات اللي كانت تقضو فيهم و هادو نغلفو فيهم الماكلة خصوص الماكلة اللي كانت تدخل مجميد لانه هادكشي كل شي تيولي كونسورجين تيخسنا ديما ننخدو الماكلة اللي كيكونوا صالحين للاكل صافي هنا مبعد ما سريت الكفتة ديالي كل ما قدرت فيها تقريبا كيلو ديال الكفتة اه اعطتني 12 ميكات بحال هاكاك صافي جمعتها هايا صافي غل مسح الطبلة بجافيل و غدي ندوز لنخدو الصدر ديال الدجاج هنا انا قبل ما نخرج شفت بان باقي عندي شبيا ديال صدر ديال الدجاج سو قررت غنخلي بحال هاكا هاد الميكات كيجوب عشرات البوند في كل وحدة يعني 40 بوند فيهم ما غديش نحلهم غدي نخليهم هاكاك حتى ننسى لهذاك القديم غدي نجبدو وحدة بوحدة ونبدو نستعملوها على حسب يعني عشنا اللي بغينا نطيبو صافي يا ذيك دابا خرجتو الديتو هو المجمد و خرج الكارتونا ومسحت عودتاني الطبلة وغالبدا دابا ان شاء الله هنا يا فدجاج لي عندي صحيح هاديك القربة فيها 40 دجاجة وكل دجاجة كدي فيها 3000 بوند ونص بحال هاكاك اه يعني الدجاج تيكون معبور تقدة وحدة ويتش لانك يعجبني بحاكم حمروه 3 او 4 دجاجة في خطرة واحدة تيجو تقدة ديالهم زيانة سافي جبت هنا الميكات اللي كبار شوية اه ساعة مع الاسف انا تتحب لي عندي لان لقيت واحد الرولو الداخل ساعة هذا الرولو مرشي ديال اه خلطوه لي الدراري حطوه مياه بالغلط ساوليت غادي ندير هادوك اللي بقاوا عندي ونكمل ان شاء الله به هادوك زي بلاك هوبفول ان شاء الله تخشي لي فهم دجاج عندي كبار شوية سافي هي هادوك مشي الدابة هنا ايه جبت هادو ديال زي بلاك غادي قدوني ان شاء الله باش ندير فيهم هادا وغادي ندوز دابا وغادي ندير كل دجاجة في ميكا على حسب الاستعمال بغيت ندير ثلاثة ولا اربعة غادي نجبدهم يعني سهلين بغادي نجبد غير وحدة هكا تكونوا احسن الى اللي جمعناهم كلهم وتدوز دقونجلوا باش مني كان بغوا نخرجوا لحم ديانا كان خرجوا غادي نشي اللي بغينا نفس الشيء تال كفتا قدرت تقريبا كيلو 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 الى مثلا مني كان بغوا نديرو البرغرز كانجبت جوج ولا ثلاثة الميكات ولا مكال متلا كانشي حد زايد ولكنت بغيت ندير مثلا عمر كفتا ولا دوك المحاشي كانجبت غير هادوك ديال كيلو مهم هكا تنديروهم صغورين حسن ما نديروهم بواحد القانتي التي تكون كبيرة وندي كونجلهم ونعودو رجعوهم سافي خرلت كذلك هادوك دجاج المجمد ودابا ان شاء الله غندوز نمسح هنا بجافل مزيان عاد غادي ندير له واحد لغسلة ممزيان ذاك القلع ونرجع عاو تاني ندير له جافل في المرة التانية سافي ونخلات نشوف ان شاء الله وندوزو غاديمشي نشوفهم اللي ان هنا زوج ديالي ودراري خدوا قاعدوك المحابق ودراري لهم طراب ودراري لهم طراب مغدي في الفوسفورت الكالسيوم ودراري لان قطعنا كل شي دوك النباتات السليمية كي تتشوفو معايا طراب ديالهم كل شي هنا حمر وزوين ما شاء الله سافي هادك الورد تهوية ذاك الورد البلدي اللي قطعت معاكم اخر مرة واجففتو ذاك شي تهوية نقرب بشي بلكم لانا سبحان الله غير هما هي سالو هاد الخدمة ديالجردة وصبت الشتا دونك جات مزيانة سافي دابا ان شاء الله غندوز ونشارك معاكم هنا يا العشاء ديالنا سافي خديت هنا سامك ديال سالمون حنا كينين اربعة بينا خديت هنا واحد خمسة طروفة باش اللي بغاي يزيد وغادي نطيبوا ان شاء الله الاكل ديالنا اليوم اكل غادي يكون صحي غادي يطيب في الفرن ماكي لاقلي لوالو هنا يفد شبانية كيت تشوفوا معايا درت الشرمولة ديال الحوت عاصرة الحامض وستدبا زيت الزيتون سافي غادي ان شاء الله هندير هذا لاتا ديالتي سبريت عليها بشي شوية ديال السيت باش ميلسق شي سامك وصافي غادي شرمولة يعني هناي على هاد الجيهة ونقلب وندير الجيهة الخورة ان شاء الله وغادي نحط اللطة ديالي على جانب وغادي نشارك معاكم الخضراء ديالتي اللي غادي نطيب معاها سوانا هنا غادي نشعل الفران في خطرة واحدة وغادي ندير السامك غادي نطيب على 400 فرنهايت اللي هي 200 درجة سيلس وغادي نطيب السامك لمدة 20 دقيقة والخضراء غادي ندير ان شاء الله وغادي نطيبوا التهوية على 200 درجة سيلس 400 فرنهايت وغادي نطيبوا لمدة 15 دقيقة سوف ندخل الحوت منين تفوت 5 دقيقة وندخل البراكليني باش نخرج ان شاء الله في التقية وحدة يكونوا بجوجهم موجودين وسخونين ومزيانين سافي هنا كنت تشوفوا معايا السامك ديالنا هوا بديت كنقلب فيه سافي هنا يريد دياعي ما قدرت القلب تلك لحوت مع ريستورون ديبوت وكالكارتونات وذلك الشي تقيل ما قدرت ان فيلمي معاكم تمال لانا كانت عامرة بساف وكتعرفوا تما بلاست الغيستوران عامر والكرارس ذلك الشي كبير يعني الواحد خصو يرد البال خصوصا تديت معايا الدراري خصوص يرد البال على المكينات التي يدوزوا ذلك الشي وذلك الشي لاش ما صورتش معاكم سابق لي صورت معاكم مرارا وتكرارا يعني الريستورون ديبوت من الداخل هذا يعني بلاست الحام بلاست الخضراء صورت معاكم كذلك بلاست الجوب سوهي هذيك هنا كنت تشوفوا معايا كندهن لها الثانية ديال سمك سالمون هنايا لما بغاش يدير هات الشرمولة بحالك كنت نديروا لها حنايا في المغرب سمك سالمون سبحان الله هو سمك لبنين يعني غير ملحة والبزارة شوية ديال ديال الزعتر وهذا تدر على شوية ديال الزيت سافي زيتون يدخل فران راتي يجيبنين ما شاء الله هناك حي تبغيت نغير الأسبوع اللي فات كنت تدرتوا لولادي على هات طريقة اللي كتلكم بازعطرة والملحة والفلفل أسود وزيت زيتون واليوم ان شاء الله قلتوا غدي نديروها هكا على الطريقة المغربية بتشارموها هذي بحال هكا وما غديش نقليه طبعا وما غديش ندير له المرقة باش نستافدوه من الفيتامينات ديال السمك ما نضيعوهمش المرقة الماء كيمشي دكشي في الماء ومعاتي بقتيت بخبز زاف يعني كل شي دكشي فوائد ديال الأكل كالضايع يعني كنناكلو غير البنا ولكن الفوائد ره ما كنناكلوهاش سافي هنا كتتشوفوا معي السمك ديالي سبح موجود كتتشوفو شرملتو مزيان غدي نحطو دبع لجناب وغدي ندوز نجيب البراكاليني البراكاليني هو واحد الخضراء هو براكلي صغير بيبي براكلي في غاني بزاف بزاف بالأملح المعدينية على الكالسيوم وخلناس ما كيبغيوش راه تيجي ما شاء الله زوين وبنين بهات الطريقة هادي أنا اليوم غدي ندير له إن شاء الله الملحة ما غديش ندير فلفل أسود غدي ندير غير السودانية كغدي تشوفو معايا وكنت تشوفو معايا وكنت تشوفو معايا وكنت تشوفو عني هنا عندي الخل كيسبق لي شاركت معاكم الخل كنشري يعني كارتونة فيها ستاترو كلها تطروا فيه ثلاثة تيترو لانا كنستعملو بشكل يومي النظافة عندي في الدار كنت تفبيه بزافة الحواج وكنت تشوفو بها الخضراء وكنت تشوفو معايا غدي نرقدو لمدة خمسة دقيق وغدي مره مره غدي نبدا نقلب هاداك البراكاليني اللي تحت غنطلع الفوق واللي الفوق غدي ننزله التحت غنطلع الفوق ومن البعد غدي نصفيه إن شاء الله ونغسله تحت الماء اللي ديال الروبيني يكون نازل عليه نغسله مزيان وغدي نخليه تصفى ونديرو لي إن شاء الله اللي قيمة دياله سوف تشوفو معايا هوا مبعد ما غسلتو كل شيء وخليتو تصفى مزيان دبع إن شاء الله غدي ندوز وغدي ننهز اللاطا ديالي أنا غدي نديرو في هالتبسيل هادا ممكن ديرو غف اللاطا ديال الثورن عادية أنا بإكس بخي درت هالتبسيل هادا غنطيبو فيه لأنه بغيتو هو اللي غدي نقدم فيه دبع تشوفو معايا إن شاء الله من بعد باش ما بقاش نكتر علي المواعن دير لاطا عد حتى هنا عد حتى نايا سوف قلت ما دم هالتبسيل عندك يدخل الفرن علش الله سوف تشوفو معايا درت البراكاليني هنا غدي ندير هنا الملحة كي تتعرفو كنستعمل الهيمالاين سولت وغدي ندير هنا يا سودانية ما غديش ندير فلفول أسود لي كي بغي الحار بزافي ممكن أنه يديرو وغدي ندير كذلك زيت الزيتون غدي نديرو نرش عليهم زيان الملحة هادوك التوابل مع هادوك الزيت مزيان بيديه عاد غدي نرجع معكم إن شاء الله خصاد وغدي نديرو هالي لان الزيت والملحة غايب قافليه لذيك الشيغة من الفوق خصنا باش ندخلوه لذيك الداخل مزيان حتى في الاكل باش يجي ان شاء الله وغدي نديرو هالي هناك كي تتشوفوا معايا هوايا راد لكتهم زيان ما دركش معاكم لقاطات فاشكت كان مازيك هنا الناس اللي كيعيفوه سو كان نحتارمو الناس يعني اللي كيشوفوا تهو معايا ها في هنا الزيت كان وريكم بأن نرى دخلتهم مزيان هادوك الملحة وذيك السودانية وزيت الزيتون دابا ان شاء الله غدي ندوز وممكن ندخلوه بحال هاك الفرن انا غدي نحطوه غدي نستفو بوحدة طريقة لان دجا عرفت راسيكي غدي نقدم دي منك نحطوه بحالة كالولادي سو درت هادوك بحالة لتنقولو الرجلين ديولوه ولي درت الوسط والوردات ديولوه ولي خليت في الجنب لان الوسط من بعد غيدي طيب الحوت غدي نحطوه فوق منو ممكن اننا نديرو الحوت فوق منو ندخلوهم بجوجهم الفران ولكن انا اولادي كي يعيفوه يا ما كيبغوش هل تكون مخلط طيب مجموع من شعلا شانا غنطيب هدا بوحده والحوت بوحده غدي نهز الحوت مني طيب ونديرو فوق منو هنا انا انا شارك معاكم بكاذلك ساوت هنا ايبطاطا بيغوش درتها كندير على شويته سودانية من الفوق درتها بالبرمجان ودرتها بالبرمجان وكان هدا هده هو الغدا ديولنا كي تشوفو معايا يعني عافون العشا ديولنا كان كامل البروتين هو سمك سالمون والفايبر هو البراكليني يعني عشاء متكامل هنا كنوريكم البراكليني في الفورنتيجة تبقى شادلون دياله طيب 90% ماشي في 100% ما نخلوش براكلي ولقع الخضراء بصيفة عامة ما خسوش تكون طيبة بزاف باش نستفدو منها وصفي كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم قلت نشارك معكم غير كفكرة ديال اليوم وكانت منها ان شاء الله ما تبقى شاركة باللايك وسبسكرايب ونقول لكم مع السلامة